بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معاكم مستر أحمد الباشا وإن شاء الله هنبدأ مع بعض listen to the access for how digital devices works الدرس ده بيعرفنا أكتر عن إن إزاي إن أنا أشغل الجهاز بتاعي وإن أنا أحفز على كفاقته وإن هو يكون شغال بشكل أفضل فبنبدأ الدرس بtips أو tip for common ict issue بعض الحاجات اللي بتقابلها وإنت شغال على الكمبيتر أو على الفون أو كده واحدة من ضمن الحاجات المهمة هي installing software إزاي أن أنت تسطى بsoftware يعني يا مستر أعمل install software أنت مثلا عجبتك لعبة معينة فأنت اللعبة دي عاوز تحملها على الكمبيتر بتاعك أو عاوز مثلا أن أنت تحملها على الموبايل ده اسمه installing إنك تحملها ده اسمه installing كلمة تحملها دي هي المقصود بكلمة installing software most of software programs like Microsoft Office Microsoft Office ده برنامج فيه إنك تكتب وإنك أنت تعمل سلايد وتعمل بحس مثلا وتقدمه للمستر بتاعك وتعمل homework وكده في برنامج الورد ريكتة تايبة وكده عند جوجل كروم كروم ده المتصفح اللي أنت تتصفح منه الإنترنت يعني عاوز تدخل على الإنترنت وتدخل عن طريق كروم are downloaded from Internet يعني most software program بتتحمل من الإنترنت طب how to install software إزاي أنها أصلت بالsoftware لو أنت تشتغل على PC خلي بالك إننا هنا بنكلم Windows PC أنا قصدي الكمبيوتر اللي بشتغل بالWindows اللي هو الكمبيوتر اللي عندها في البيت ساعدها أنت find the program online الأول بتشوف أنت عاوز أني برنامج عاوز بسلا برنامج بتاع رسم الأول بتعمله find وبعد كده click download بتبتل تحمله click on the file بعد ما حملت الملف تفتح الملف بقى يعني أنت الأول بتدار على اللعبة وتحملها وتفتحها click on the file locate in downloads بتبتل تحدد هي فين بالظبط box will bepout هتلاقي في مربع خرجلك follow instructions وعمل install يعني الفكرة أنت بتحمل البرنامج أو اللعبة وبتدوس عليها click وتفتح تسطى بالإيه اللعبة دي كلها مش هتحفز دي حاجات بس بيفهمك تعمل إيه طب ده لو على computer لو أنا على android device يعني على android device لو على برنامج في الموبايل برضو نفس الكلام go to app store روح لي المتجر أو المكان اللي فيه البرنامج زي مثلا play store او google play store find the application and click install روح على play store البرنامج اللي هو فيه البرامج ويبتدي يحمل الإيه حمل البرنامج ده وعمله install طيب في حاجة تاني اسمها updating software updating software هي فكرة ان انت تعمل update للبرنامج الموجود اصلا يعني ايه برنامج الموجود اصلا انت مثلا عندك برنامج مثلا فيسبوك مثلا الفيسبوك من الوقت التاني عاوز يعمل update الشركة نفسها البرنامج نفسه بتاع الفيسبوك بيتطور فده اللي بنسميه update software عشان تعمل update software لازم تفهم هو software ده لازم يتطور software program often need to be updated updates help programs to run more efficiently يعني فكرة انك انت تعمل update للبرنامج ده بيخليه يشتغل بشكل افضل many programs install necessary updates automatically يعني فيه برامج كتير ما بتستناش لما انت تطورها هي تطور لوحدة او هي بتحمس الله update لوحدة تسحى الصبح تلاقي البرنامج اتعدل او البرنامج بقى افضل how to install updates لو انا عندي يعني برنامج اعوز اخليه يبقى افضل اعمل ايه اه لو انت على كمبيتر لو انت على windows pc some major updates require restart يعني انت احيانا تحتاج تعمل restart للكمبيوتر بتاعك windows will promote you when this is in this case to manage updates يعني هتلاقي فيه تلاعلك اشارة كده او تلاعلك حاجة كده في الكمبيوتر تقولك تروح اعمل update start button setting update and security بعد كده windows update يعني نروح الاول على قيمة start قيمة start دي اللي هي المربع اللي هو الموجود في ايه في الويندوز هتلاقي كلمة setting بعد كده update and security وروح اعمل update ده ما بتحفزش طبعا بس انت بتفهمه يعني طب لو على android device برضو بتروح للupdate بتلاقي كده في الموبايل بتاعك setting في حاجة اسمها update وروح للsystem update هتلاقي البرنامج بتاعك بيعمل ايه بيعمل او الموبايل بتاعك بيعمل update طبعا انت مهم جدا انك تعمل update من الوقت الاتنانية طب انا اتعلمت ازاي ان انا احمل برنامج او ان انا اعمل install برنامج اعمل update طب تعال نتكلم عن فكرة triple shoot screen freeze احيانا دي مشكلة دي مشكلة على جنب كده المشكلة دي احيانا انت بقى انت على الكمبيوتر وتلاقي فجأة الشاشة علقت البرنامج علق او الكمبيوتر مبتحركش الكمبيوتر مبعملش حاجة هو الشاشة وقفت كده ساعتها يقولي هنا some time when you are downloading or updating software your screen may freeze زي الشكل قدامك ده كده ساعتها انت بحتاج تدوس على ثلاث زرائر control وده هتلاقيه على الشمال خلص في الوقت المفتيح تحت alt جنبيه شوية ومعهم كمان delete يعني تدوس على الثلاثة مع بعض ctrl و alt مع بعض وبعدين تدوس delete هيظهر لك حاجة اسمها task manager ال task manager ده تبتدي تعمل shut down any program بقى تبتدي تقفل البرامج دي كلها تلاقي الكمبيوتر بتاعك اشتغل تهين يبقى لما الكمبيوتر لما الكمبيوتر يحصل له freeze كده تلاقي الشاشة وقفت علقت لازم تدوس على الثلاث زرائر مع بعض اللي هما control alt delete ماشي ويبتدي ان انت تمسح البرامج اللي ملهاش لك ضغط Sixteen android devices لقد استطkadك يبقى الhindadas لو انت على اندرويد يعني افضل دايس على الزرار الباور ثلاثة ثانية هيحصل ايه ? i restart او select restart يعني انه عندك المبيوتر بتاعك هنج يبتدي عميل ايه يبتدي تدوس ثلاثة ثانية على الزرار الباور و اعمل ايه اعمل start طيب بيقول لي ايه binary numbers system ايه binary numbers system انا عاوز اكتركز معي في الموضوع الكمبيوتر وده هنتكلم عنه في الدرس الجاية على فكرة الكمبيوتر من الحاجات اللي لها لغة يعني انت مثلا لو سفرت مثلا كندا في كندا مثلا انت لو جيت تكلم عربي ممكن ما يفهمكش انه هو بيكلم انجليزي مثلا لو رحت مثلا فرنسا فانت هتكلم عربي وبيكلم فرنسي ايطاليا بيكلم ايطالي الكمبيوتر ليه لغة لغة اسمها binary number system هي لغة اسمها كيف الكمبيوتر use binary to store data more efficiently think of binary numbers as a language that computer understand على فكرة الكمبيوتر بيفهم اللغة دي understanding binary will help you better understand what going on what investigating a computer problem يعني فكرة ان انت تحاول تفهم الكمبيوتر والكمبيوتر ايه فهمه اللغة دي بتعتمد على one و zero يعني اللغة كلها عبارة عن one zero one zero one zero كده one يعني off و zero يعني one يعني on و zero يعني off وده هنفهمه في الدرس الجاي ان شاء الله اكتر الدرس ده اتكلمنا عن updates اللي بتحصل والinstall وواضح ان احنا هناخد مواضيع ممتعة ومسلية جدا بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح كنت معاكم مستر احمل البيش باي باي